موسيقى السلام عليكم ازايك او شوانسين عرق سامة زيد مشروع تورر ومطارات متخرج عشرين تلاتة وعشرين ان شاء الله في البرزنتيشن ديت هنشرح المشروع ونتكلم تونيك الدائرة ازاي مقدان بالنسبة للمشروع هو المشروع اسمه اللي هو طرق ومرور ومطارات من اسم المشروع نقدر تستنتج من هو عورة عن تلات مشاريع هو مش مشروع واحد الحقيقة هو مشروع او طرق المشروع تاني او والمشروع الاخير اللي هو المطارات اللي هو طبعا كل مشروع فيهم بيتقسم تاني على حسب اللي بتتلب منك وعلى حسب الدنيا جاء مشروع ماشي ازاي وانت بتصمم ايه او بتعمل ايه او الكلام دوت فمشروع مثلا او اللي هو بتصمم طريق سريع وبعد كده بتصمم اللي هي طبقات الرصف بتاعة القريق والاسفلت والكلام دوت وبتصمم هنتعرف على الكلام ده قدام اه في البرزنتشن بارده تمام؟ مشروع ترافيك بتعمل اللي عندك تقريبا انتو عندوكو فكرة بسيطة عن الحوار دوت من كورش الملور بتاع سعنا تالتة ان انتو كنتو بتعملوا زي معايرة او اه او بتشوفوا اه اللي جايلكو في الانترسيكشنز وتحاولوا تعملونها او كده اه حتى لو مفيش فكرة عن ضفعة لتعلموا الكلام ده كويس جدا جوا المشروع يعني تمام؟ بعد كده بتعملوا ديزاين لنتورك كاملة في الترافيك وتعملونا على برامج معينة انتو عرف عليها برضو في البرزنتشن ومشروع الاربورت بنعمل فالدزاين الاربورت اه الكلام ده طلو هنفسره بإذن الله اه في البرزنتشن بالنسبة بقى للمواد الاختياري فالترمعم الاول اه مش هتفرق معاك انت هتخش اي مادة اختياري سواء كانت اه اه سيكة عديد او اه مواني او اه كباري مش ان المشروع مش عامل شرط هي ان انتえて اكون مواخد مادة من دول على عكس المشاريع تانية يعني في مشروع الخرصانة او مشروع الستيل لازم تكون مواخد كباري وجلون انت عمليه through teal اه النمع بالنسبة للترنت التاني فانت شرط اساسي تاخد المدكين المشروع اللهم اه مادة الترانسبورتيشن اه ان ده هو موصلات اتنين كنا اخذنا منها جزء في سنة ثالثة واه هتاخد المادة التانية في سنة رابعة هي عبارة عن اه برمضة يعني في الاول جزء اه بلو برامنج كده بسيط يعني جزء بلو برامنج مساد جدا مفيش في اه سوابة وشوية اناليسيس برضو اه كلام كله بسيط يعني هنفيش في حضا صعب والمادة التانية اللي هي الايربورت او اه الترق ومطارات 2 اللي هي بقى بتتكنّم على الايربورت انت في سنة ثالثة اه في سنة رابعة الترمة الاول هتاخد اللى حتتكلم عن اللى هتتكلم عن الطرق بس ترمة التانية اللى هو الترمة تاع مشروع هتاخد اه لو دخلت مشروع واع طرق ومطارات هتاخد مادة مطارات اه اللى هتتكلم عن مطارات بس طيب اه بالنسبة للبرامج 꿩 anything الاستخدامها في المشروع. فاحنا تقريبا عندنا زيت برامج اساسيين للمشروع. آآ البرنامج الاساس بتاعهم هو يعني هو عبارة عن ايدك ورجلك في المشروع. بتصمم به وترسم عليه وبترسم عليه فهو عصر بالمشروع كله هبيبقى بالنسبة للهيوي او سعمطا هايبقى بالنسبة للهيبقى هيبقى هو الاساس بتاع من بيف وكين بيف دود بتصمم بهم برضه فى الهايوي بتصمم بهم من بيف من او طبقات الاسفلت بتاعة الطريق. وعندك البرامج للمساحة ديت عندك الترافيك عندك او الانترسكشن بتعمل به سميليشن دى بتعمل بالسينكرو او سميليشن الانترسكشن وعندك بيتي في فيزم دود بيعمل ديزاين ممكن تصمم عليه شوارة مرور كاملة او ده كله هتتعلمه في تتعلم المشروع بس اه قبل المشروع يعني بيبقى فيه اكسسابيرتي حروة لان اه بتعلم سيفن سري دي لان سيفن سري دي زي ما قلنا هو عصب المشروع كله. من اول يوم هتلاقي بيترب منها تسقاط سيفن سري دي عادة جدا لان. انت مفروب بالكون داخل متعلم. فلو مشروع في دنيا من دلوقتي تحاول انك تتعلم سيفن سري دي هو البرنامج بسيط خالص والكونسابيرتي مطوفرة في كل هتة ايه. اه بعد كده عندنا اه فارفيلد. اه فارفيلد دوت خاص بمشروع المطارات. هو بصمم بيفمت المطار بطريقة معينة اه غير الطريقة بتاعت من بيف وكين بيف وان الطرق بتاعت الاشبن انك تتعلموها. ده بالنسبة للبرامج اه بتاعت المشروع. طيب تقسيمة المشروع بتبقى ماشية ازاي? انت عندك التقسيمة الاساسية ان انت حرصين او اه الطرق بيبقى وافية خمسيل فنانين مشروع. انت بتقعد اه لحد المترم او لحد بعد المترم. انت مستتكلمش في اي غرف الطرق. بكل تعادلاتها بالانترسكشن بالانترسكشن. اه بالكلام ده. فمشروع الطرق بيبقى عليه اللوض الكبير قوي في المشروع بياخد منك وقتين بر جدا. بعضي على طول اه مشروع الترافيك. مشروع الترافيك اه تاخد فيه فترة برضو كويسة بس هوا مشروع سهل. المشروع برضو بياخد وقت اه من بعد المترم تقريبا. من بعد المترم بشويل ممكن بعد الفانل بشويل. بعد الفانل بتتدافق اه بتخلصوا مع نعاية المشروع. وبيبقى كده مشروع فلسياري. طيب اه خلينا نفصل بقى المشاريع على واحدة واحدة عشان دعرف هنعمل ايه في كل حدفيهم. انت عندك اه او مشروع طول. هو المشروع بيتغير على حسب اه كل سنة. ولكن انا هتكلم على المشروع بتاعي. وهو ما بيبقاش الاختلاف كبير قوي اه احنا كان عندنا المشروع كنا واغدين يعني كان في طريق موجود اصلا. واحنا بالطريق ده كان بايز. فاحنا كنا بنحاول نعدل عليه. اه بنعمل عليه اصلاحات اه بنعمل دوري الاول وجديد. اه بنصمم طبقات الاسفلت بتاعته بنصمم اه الكريفات بتاعت الطريق. التلام ده كله طبعا ايه اه بيتصمم من الاول يمديد. اه بتاع مشروع الطرق ان انت بتبدأ في الاول خالص بالعايوي. بتصمم من طريق. احنا انا عندنا طريق كيفة القصير. اه طريق سريع بيبسط الملين هنا والبحر المحمر. المفروض ان احنا كنا بنصممه من اول وجديد. المفروض كان في اكزيستنج باست. اه زي ما احنا ما اتكلمنا بس الاكزيستنج كان بايز. فاحنا عملنا الايمنت للتعريق من اول وبديد. وصممنا طبقات الرسفل بتاعته البابنت. واه اكلنا حديد خاصة بيه. تمام. بتخلص الهايوي بتبدأ في جزء تاني من اجزاء الطريق. اه. وهو بتصمم من افتاعات الطرق اللي هي بتبقى. مش ادد بيتبقى. اه مسلا طريق ما عدي فوق طريق او طريق ما عدي ضحت طريق او كذا. بعد كده بتخش في الانترسكشن. اه بتصمم انترسكشن عادي. اه على حسب برضو اللي بيبقى عندك في المشروع. بتبدأ تعمل من ناحية الطرق. بان انت تخرج انترسكشن اه سيف. مفيش في اي نشكلة. بعد كده بقى الانترسكشن ديبقى هو حلقة النقل بين الطرق. والمرور. انت كده بعد ما خمس علمت اخر هتخش اه مشروع مرور. مشروع مرور هو عبارة عن ان انت بتعمل الانترسكشن اللي انت قلت مصنوعه في الطرق. بيديك للعربيات اني عندك وللحائلة اني عندك وبتبدأ تشوف بتشوف الكلام ده في له. اه بتعمل الكلام ده وتشوف هتحتاج اه اشعارة طب الاشعار هيبقى فيها قد ايه. انت عندك قد ايه. بتعمل الانتورك بتعمل اه بتختار انترسكشن كونسجريشن. اه سيحد اسمها انترسكشن بتبدأ تشتغل فيها تعرفها في المشروع بالتفصيل. بتعمل سمجريشن ديها على برنامه بيتي في جزم. وسينكرو بربل. سينكرو بيه اعلانسيس دين اه دين انترسكشن وبيتي في جزم بيعملها سمجريشن. بعد كده عندك اه بتبقى خلاصت مشروع بتخش في مشروع مشروع عندك انت المفروض عندك بتصمم المطار. طب انت مهندس اه مدني هتصمم ايه في المطار? انت هتصمم في المطار بتاعه. كمام? هتصمم التاكسيوي. التاكسيوي دو هادية في المطار. اه هتصمم ان اه ممكن تصمم او الترميل. خلينا بس في الاول في الرانوي عشان هو اكثر حدا شوعة والباقي كله هتعرفه بإذن ان ده هو المشروع. الرانوي اه انت بتدرس في خلال كورسة مطارات ده كله. فمشروع بتاع المطارات بيبقى اصحى المشروع بالنسبة لك. لانه ان انت بتدرسه في الكورس هو حرصيا هو المشروع. فده اول حاجة بتعمل عن الرانوي بتاع المطار اللي الطيارة بتعمل منه او لاندين. اه بعد كده بتصمم حدث مع الابرون جيتس والبيزميرت واللي تعمل جيمتريك دزعين بالمطار. اه واثر حيزة المفروض بتعملها عن هي المارتين بتاعة او بتاع المطار المارتين هي العربات البيضة اللي احنا شايفينها في المطار ديت. او في علامات تانية بقلونها بالاصفر او بقلون تانية. برضو بتبقى من خلال اه كود اسمه اه انا المفروض برضو بيبقى معكم ونحاق الداتي بالدعيات. بس اه ده كده اوفر فيو دي المشروع. اه ربنا وفاكم رب اه ان شاء الله تختاروا مشروعا مناسب لكم. اه وان شاء الله برضو احاول نتواصل معكم لو حد نتاخل مشروع طرق. اه دي حيز اه لو محتاج دي حاجة غن حاجة يعني. اه شبرا من ديهم بذلك شوان سنت.